بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزي الطلاب درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع منهجية التفكير في الإسلام من كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر الفصل الدراسي الأول أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة